اشتركوا في القناة 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 جمهور الاهلي اللي في البيوت طبعا كلنا عارفين شعور لكن كمان الجمهور اللي كان في الملعب ما بطاش ترجمة من قبل المرابعة التشجيئة كان زيادة كمان اول ما دخل فينا الجون ولا غاية بعد الديئة السعيد تقول له الجمهور وكان شعور كوي والجمهور كان مؤمن بشكل تام من غير شك ان النادي الاهلي ان شاء الله حقالفه ده جمهور الاهلي مختلفة عن كل الجمهور عشان كده جمهور الاهلي دايما في ظاهر في النادي الحد اخر لحظة ممكن انت كنت حاضر النهاردة المبارا وكل الناس اللي موجودين عندها ثقة اللي النادي الاهلي هيكسب النادي الاهلي هيجيبون حتى لو نقص عشر سوين وده الحمد لله الاحساس اللي بيوصل للعيبة ويوصل لنا احنا كجاز ان الجمهور ده ما فعلش يرجع ازعلان الجمهور ده استحمل اخفاقين في الدورة العام اعتقد مش هستحمل تاني لازم نحاول نقاتل عشان نقدر نسعيدهم ونقدر دايما نخلي جمهورنا ده الراقم واحد زي ما هو بعد ربنا دايما دعم للفرق فبشكوره طبعا على الجهد ده وشكوره طبعا انت بييجي مسافة كبيرة جدا ودعم فرقته فكل الشكر لي وابقوله طبعا مبروك طبعا سموحة سيراميكا برامد الفترة الجهة تتعاملوا فيها خاصة المبراد ده كلها يعني نتكلم في تعريما في عشر قيام زي ما متاخل خليها فكر في كل زي ما راجع دايما بيتكلم كل مبروكة لوحدها عندنا مبروكة مهمة فالتسموحة فالأمويزة كبتر من المدربين الكبار الموجودين في الدورة عنده خبرات كبيرة نستعدلها ان شاء الله يعني وان شاء الله يبقى عندنا ان شاء الله افضلية فيها اكتر ونحسنها بدري بإذن الله